مرحبا أنا أقف هنا في حرم قسم أمراض الفلاء في مستشفى الشفاء هذا القسم الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في تواغله الأخير لمجمع الشفاء الطبي تم إعادة تأهيله لكن معاناة المرضى باقية باستمرار الحرب الإسرائيلية في هذه الجولة الخاصة لقناة الجزيرة مباشر نحاول أن نرصد أبرز النقاط والمعاناة التي يعانيها هؤلاء المرضى في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية في عامها الثاني نلتقي هنا أحد المرضى يديك العافية حج العافية حج يعني لو تحدثنا عن معاناتكم في ظل استمرار الحرب الإسرائيل أنا أجاب الرسالي بالسيام من غزة وعاني من مشكلة الكلا من زمن طويل كان الواحد عنده غذاء صحي غذاء صحي وغذاء صحي وما صحي أما الآن ما فيش غذاء صحي لا فيه دواء ولا فيه غذاء صحي ولا حتى فيه ما صحي كل هذا كل هذا بتراكب علينا مسبب أنه مشاكل في الكلام بعدين يعني بنعاني كمان من إيش مكلبنا الإشي هذا كل منيجي على الغسيل مرتين في الأسبوع كل مرة ندفع مئة وعشرية شيكل طب من أين الواحد يجيب المبلغ هذا فالإلسان زي ما تقول يعني الإشي هذا زي ما تقول هو طاقة الإلسان يعني نطلب أنه زي ما تقول يساعدونا نطلب ساعدونا مساء يساعدونا يقدموا لنا الرعاية الصحية يجيبونا أدواء ما فيش أدوية طائمة اليوم ما أجل عصار علينا لا أخذنا لا أدوية ولا أخذنا ولا أخذنا أي رعاية أي رعاية لإننا كان الله بعونكم جولتنا مستمرة بين هؤلاء المرضى نلتقي هنا بمريض آخر يديك العافية وعافية حبيب حديثنا عن مدى معاناتكم أثناء تنقلكم من أماكن وجودكم سواء كنتم نازحين أو مقيمين إلى هذه الجلسات معاناتنا بدأت من منذ بدء الحرب علينا طبعا ما فيش مواصلات بسبب نقطة اللقود ما فيش مواصلات نيدي من أنقصة شرق غزة للشفة مواصلات صعبة جدا نيدي على عربات شدها الحيوانات عزاكم الله ثاني معاناة ما فيش علاج إلنا العلاج مش دائما موفر إن إجاب إجاب يقوم ميات كليلة جدا يعني الشهر بناخد بس أسبوع فينا العلاج إلنا ثالث حاجة الغذاء ما مش فيش أي غذاء صح إلنا اللي موجود معلبات والمعلبات ممنوعة إلنا نهائي ناكلها إحنا مرضى الكلا عشان كده احنا بنعاني من كل إشي موجود بالنسبة لأعداء لعدد الجلسات هل تم تخفيض الأعداء بسبب التكارب نعم صحيح نعم صحيح بقينا نغسل ثلاث مرات في الأسبوع هل قتل نغسل مرتين طيب بالنسبة للأغذية للشراب يعني ما مدى كيف يؤثر هذا النقص عليكم بشكل سلبي سواء كان الأغذية الواجب توافرها الطعام الشراب حدثني عن هذه المعاناة والله بأثر جدا علينا أنا كمريض بقى وزني 90 كيلو اليوم أنا 78 كيلو طبعا هذا من قلة الأغذية ما فيش أغذية صحية فيش أغذية تقدر تقاوم فيها على الحياة نزل وزني 13 كيلو أكثر 13 كيلو لزي الوزني أنا اليوم يعني من قلة الغذاء وقلة الحديات المفيدة لنا احنا بلزمنا غذاء خصوصي كمرضى كيلو لكن مش موجود كأن الله بعونكم جولتنا مستمرة معاناة المرضى لا تختلف كثيرا عن معاناة المنظومة الصحية في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية وفي ظل عملية النزوح من أقصى شمال مدينة غزة أعداد المرضى تزداد والمعاناة كذلك تزداد بين المرضى هنا نلتقي سيدة أخرى يديك العافية يعني لو تحدثين عن معاناتك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وأنت مريضة ومصابة كذلك يبدو أنك مصابة حرب يعني حدثين عن معاناة لا إلهان الله نحن في أجواء حرب ومريضة كلا تقولنا الحمد لله كمان إصابة ولا لاجب مقطوع عنا فيش غزاء وكيف ننطيب للأجاء الجروح شو أبرز المعاناة اللي بتعانيها يا أمي من عيدي من عصابة في عيدي بتجاني أبو حول غسيل ألكلا وحول الأشياء هذه قلنا رضينا فيها الحمد لله الغسيل الحمد لله بس الإصابة بوجعانة وبعين الله ننسوه حسبنا الله ونعمل وكيل على إسرائيل كله يا رب الله ينتج منك يا إسرائيل لعملت فينا هيك طب في تنقلك من مكان يعني من مكان سكنك لا نحكينا عن معاناتك كيف بتعاني عنين أول الحرب يجي عشر مرات نزحنا من مكان لما كان ونجري ونجري والطخ علينا والقصف علينا والله يسطر وظلينا لما نخذناها الحمد لله وبعين الله كان الله بعونكم إذن نلتقي هنا بحالة أخرى بذات المعاناة ولربما هي متطورة يجيك العافية الله يعافيك يعني لو تحدثيني عن مدى معاناتك كمواطنة في تلقي هذه الجلسات العلاجية في هذا الأمر يعني إحنا كمارضة كلا بنعاني إنه المواصلات عنا في غزة في ظل الحرب مش متوفرة فأكيد إحنا يعني أغلب الأحيان بنيجي بنصل لهان على المستشفى ماشي لأنه بنلاقيش مواصلات إنها المتوفرة إنها نصل هان يعني فبنيجي إحنا تعبانين أصلا بنكون تعبانين قبل الجلسة وبنتعب من المشي اللي إحنا بنجيهان فعشان هيك بنتمنى إنه تتوفر المواصلات طيب في ظل يعني شح المواد الغذائية والأطعمة اللازمة توفرها لكم كمرضة ما هي مدى معاناتك في هذا يعني إحنا كمرضة يعني المعاناة اللي بنعانيها في الأغذية مش متوفرة طبعا أكيد ما فيش خضروات ولا فاكهة ولا أي حاجة متوفرة فبنضطرنا كل المعلبات اللي هي أصلا مضرة إلنا مش لازم إحنا نكلها وهي ومش موجود غيرها يعني فا إيش بدي أحكي لك عن المعاناة إحنا بنعاني معاناة كبيرة كين فإن شاء الله يعني تنحل الدنيا وتخلص هذه الحرب ويرجع يتوفر كل إشي ونلاقي غذاء صحي إن شاء الله كان الله بعونكم نلتقي هنا بالحكيم حاتم أبريالا ديك العافية سياد الحكيم الله عفيك يعني لو تحدثنا عن مدى المعاناة التي تعانوها كمنظومة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي ولهذا القسم الذي تم استهدافه في التوغل الأخير للحرب الإسرائيلية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد ما فعله الاحتلال بهذا القسم خاصة ومستشفى الشفاء بصفة عامة فمما أدى إلى معاناة المعضة وقد امتنعوا عن الغسيل لمدة تزيد عن 30 إلى 40 يوم ولكن الحمد لله بمجهزات الناس المخلصين من هذا الشعب تم الحمد لله استصلاح هذا القسم وتم العمل في القسم من جديد وهذا لأن المعاناة انتهت في هذا القسم حيث أن نحتاج إلى محطة توليد المياه لأن العملية الغسيل تعتمد على مياه خالية من الأملاع وقد تم تدمير محطة المياه في القسم وإن شاء الله يتم إصلاحها كما أن لا يخفع لاحد نقص الوقود والآن المستشفى تعمل بالمولدات وكثير من الأحيان يتم قطع الكهرباء بسبب إما سوء المولدات أو قل توفر الوقود إذا من قطعت الكهرباء كيف يؤثر هذا سلبا على الحالة الصفية طبعا هذا يؤثر أن الأجهزة تتوقف عن العمل مما يؤدي إلى توقف عملية الغسيل ويزيد معاناة هؤلاء الفئة من المعضة وهم بحاجة دائمة إلى عملية الغسيل حيث يجب أن يتم عمل ثلاث غسلات أسبوعيا لهؤلاء المعضة ومما يعانون منه أيضا لو قلت المواصلات أو قلت ذات اليد وهم بحاجة إلى الدعم المالي والمواصلات بالإضافة إلى احتياجهم إلى الغذاء المناسب لهذه الفئة سيدة الحكيم حاتم في ظل عملية المزوح من شمال أقصى مدينة غزة إلى هنا إلى وسط المدينة أو غرب المدينة كيف زاد هذا من أزمة هذه الحالة في ظل أعداد أرقام معدودة للأجهزة الطبية نعم لا يخفى على أحد أن عدد الأجهزة كان قبل العدوان الصرائيلي في هذا القسم تزيد عن 62 إلى 65 جهاز ولكن بعد تدمير القسم الحمدلله تم استصلاح حوالي 25 إلى 30 جهاز وفي الاجتياح الأخير لشمال القطاع غزة حيث أن مستشفى كمال عدوان يوجد به قسم غسيلة الكلاه ولكن بعد الاجتياح توقف العمل في هذه المنطقة وتم نزوح العديد من مرضى الكلاه إلى قطاع غزة أو إلى مدينة غزة مما أدى إلى عبء وحمل زيادة على قسم الكليا الصناعية هذا أدى إلى أن عدد المرضى أو المرضى بدل أن كان العمل ثلاث غسلات أسبوعيا أنه تم تقليصة إلى غسلتين بسبب زيادة عدد الحالات الحكيم حاتم أبريلا شكرا لك على هذه المعلومات إذن معاناة المرضى مستمرة ومتواصلة باستمرار الحرب الإسرائيلية لعامها الثاني هذه الحرب حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة الجزيرة مباشرة عبدالله أبو كميل غرب مدينة غزة ترجمة نانسي قنقر